درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية يقدمه لكم مستر واجد نبيل من قناة دروس ببلاش فابقوا معنا فيديو اليوم لطلاب أولى عدادي وهو عبارة عن شرح وحل تدريبات الوحدة الثامنة الدرسين الأول والثاني العالم المذهل من حولنا طبعا قبل بداية الفيديو أحب أشكر كل متابعي قناة دروس ببلاش أنا عارف أن الفيديوهات بتاعتنا طويلة شوية ولكن أنا عاوز أدي لك المعلومة كاملة من شرح وقراءة كلمات وجزء ريدنج وبعد كده جزء جرامر وحل تدريبات شاملة بعد نهاية الوحدة الثامنة إن شاء الله هيكون لنا مراجع عامة شاملة كاملة للوحدتين السابعة وثامنة لامتحان مارس 2021 إن شاء الله طبعا قبل ما نبدأ هذا الفيديو أكيد أنت دلوقتي مشترك معنا في جروب أولى عداد دروس ببلاش كل الموقع تخلي بالك على الفيسبوك هسيب لك الرابط في صندوق الوصف طبعا قبل ما أبدأ قراءة هذه الكلمات في أكتر من حد قال لي يا مستر واجدي ممكن تقرأ الكلمة مرتين ما فيش مشكلة بس مش هورالك اللي باللغة العربية طبعا اللي ما تابعنا من كتاب إيه من كتاب المعاصر افتح كتابك صفحة ستين عندي كيبوكابولوري عندي كراودد كراودد طبعا اي دي جي يعني أجيكتب صفة تعداد سكين خلي بالك اللي أني يعني ناون بعد كده بلدينج بلدينج تانيل خباك نوط الكلمة دي تانيل تانيل يعني نفع كونتري كونتري دولة أو بلد أو قطر يعني بريدج بريدج ديزيرت رود ديزيرت رود تاور 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 فورست فورست طبعا دي خدناه ايه الترمي الأول ننتقل لجزئية تانية عندي في نفس الصفحة فيماس بليسيز فيماس بليسيز أماكن مشهورة تحية مصرو بريدج كايرو أليكزاندريا ديزيرت رود خلي بك أنا قلت رود رود هنا يعني طريق طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي عندي اللي يدي بحاير بايكل في روسيا طبعا هتلاقي أشكال وأنواع وأسماء غريبة أنا عن نفسي في حاجات أول مرة أشوفها طبعا اللي متابع قناة دروس بلاش يمكن اللي عنده خلفية إن احنا شرحنا المنى كاملا السنة اللي فاتت يعني ممكن تسمع ترجع للبليلست هتلاقي شرح الدروس دي تاني مرة أخرى يعني ممكن تسمع الدرس كده ايه أو شرح مرتين دي موجودة في المملكة العربية السعودية The Pyramids of Giza The Pyramids of Giza The Pyramid of El Castello The Pyramid of El Castello هرام Castello برازيليا برازيليا طبعا دي مدينة برازيليا في البرازيل طبعا إنا نون The Red Pyramid The Red Pyramid طبعا الهرام الأحمر ده موجود في ده شور عندين في Giza The Six October Bridge The Six October Bridge اللي هو كبريه ستة أكتوبر Thailand Thailand خلي بلك دولة Thailand لو واحد من Thailand نقول Thailand يعني بتبقى نقول علي Thai Thai T-H-A-I وتمسح أو تشيل كلمة Thailand ال-A-N-D يبقى Thai T-H-A-I يعني تايلاندي عندي الحامرة الحامرة برج الحامرة دي في الكويت Bangkok Bangkok The Library of Alexandria The Library of Alexandria The Gotthard Tunnel The Gotthard Tunnel طبعا ده نفق Gotthard في سوية The Shanghai Tower The Shanghai Tower Sutherland Sutherland يعني دولتي سوية Sutherland Mount Everest Mount Everest Mount Kilimanjaro Mount Kilimanjaro طبعا ده جابة الكلمانjaro موجود في تنزانيا في قارة أفريقيا قصر النيل بريج قصر النيل بريج The Leaning Tower of Pisa The Leaning Tower of Pisa برج بيزا المائل في إيطاليا عندي The Cairo Tower The Cairo Tower The Cairo Tower ننتقل لجزئية أخرى اللي هي الكلمات الدرسينا الأول والثاني طبعا موجودين برضو في كتاب المعاصر صفحة واحد وستين نقرأ الكلمات Ground 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 Nile Banks Nile Banks طبعا هنا بانك يعني ضفة وبانك يعني بنك بنك يعني مصرف يعني ممكن تيجيب أكثر من معنى الكلمة في اللغة الإنجليزية ليه أكثر من معنى Link Link يعني يربط Link يعني يربط الموضي linked Exact Exact طبعا يا دقيق أو محدد Exact ليه يعني بالضبط أو بالتحديد Research Research طبعا إذا كانت فعلي يبقى Research الموضي بتاعها Research وطبعا الفي يعني verb والإنية النون Facts Facts Guess Guess خلي بالك نطق الماضي Guest ED الـ ED تتنطق تسعون Guest Daily Daily يومي أو بش يعني everyday بعد كده عندي Further Further أبعد Center Center Describe Describe يعني يصف خلي بالك description وصف لما أقول لك description box لو صندوق الوصف Quiz Quiz Capital Capital Correctly 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 يعني بطريقة صحيحة طبعا دي Adverb Correct يعني صحيح Market Market Compare Compare Across Across طبعا دي عبر أو خلال Adverb خلي بالك Across دي كلها دي كلمة واحدة Rules Rules خدنا في الترميل الأوليان خلي بالك قواعد المدرسة قوانين أو قواعد Tourist Tourist بعد كده Traffic Traffic يعني المرور أو حركة ايه المرور ما ذينا عندي تصريفات الأفعال الغير منتظمة خلي بالك الحاجات دي مهمة جدا طبعا هنلجأ في آآ وقت لاحق طبعا أنا عايزك تبعارب برضو هأرى لك الكلمات بدون اللغة العربية لأنه قدامك Build Built Built أحياناً يكون الماضي زي التصريف الثالث Hit 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 أحياناً يكون التلات ايه تلات تصريفات نفس الحاجة بعد كده كلمات وعكسها Words and opposites عندي Wide Narrow Wide Narrow Crowded Crowded Empty Empty Modern Modern Old or ancient يعني modern يعني حديث ممكن يكون عكسها Old or ancient على حسب الجملة Noisy Noisy Quiet Quiet Better Better Worse Worse High High Low Low طبعاً هاي يعني مرتفع وعكسها ايه منخفض نيجي بعد كده آآ للجزئية التانية اللي هي آآ الوردز انت اوبزت احنا خلصناها study these definitions يعني درس هذه التعريفات طبعاً الكلمات دي كتير جداً وفي ناس ألولي لي يا مستر واجد ما تقولناش definitions أقول لك definitions يا حبيبيب ونص ما فيش مشكلة ولكن انا استفيد بها بايه دلوقتي مسلاً أنا عندي كلمة بريدج كلمة بريدج طبعاً الجزئية دي موجودة ببيج سيكسي تو صفة اتنى وستين بريدج يعني كبر هنا بيجيب لك بتاع الحاجة وبتيجي ازاي في الامتحان أقول لك ازاي عندي كلمة بريدج بيقول لك يعني بها حاجة معينة بتستخدم الناس بيستخدموها أو السيارات كمان لعبور طريق أو نهر هو تجي لك في الامتحان مسلاً يقول لك ويفتح لك قوس ويدي لك اربع اختيارات يجي لك بريدج يجي لك معرفش ايه اربع اختيارات اين كان وبينهم ايه بريدج طبعاً انت بتختار ايه بريدج يبقى ما الا دي انك هتعرف تقرأ الكلمات دي طبعاً مش هتطلبه منك انك هتعرفها لكن انا عاوزك تبع عارف على اقل لمعاني الكلمات اللي موجودة في التعريف عندي السيتي بتبقى مدينة كبيرة يعني بمعنى يعني دي التعريف بتاعها باللغة الانجليزية يعني لما يكون في ناس كتير جداً بقولك المكان دي عندي ديب يعني عميق عندي يعني فارغ حاجة مش موجود فيها فارغة يعني ما فيهش ولا ناس ولا اشياء عندي لو يعني منخفض وكذا قص على ذلك نفس الكلام ده بيجي لك وهنشوف دلوقتي بشكل التدريبات بيكون ايه شكلها ايه ازاي نيجب بعد كده في جزء ريدنج عندي برضو في كتاب المعاصر معايا تابعني عند اللي هو صفحة ايه صفحة 15 في كتاب المدرسة خلي بالك ولكن موجودة في كتاب المعاصر صفحة 63 عندي يعني بتعرف ادي ايه مدى معلوماتك عن الارمات ايه خلينا نقارن ما اهرمين في مصر اللي هو الهرم الاكبر يعني الهرم الاكبر في الجيزة ارتفاعه 146 متر اطول من الهرم الاحمر يبقى الهرمات بستخدم لها طول خلي بالك عشان هيجي درس الجرامر بهم جدا لكن الهرم الاحمر ده موجود بطريق ابعد ابعد من وسط القاهرة يعني من القاهرة يعني بعيد شوية عن القاهرة فبالتالي بيكون اقل ايه ازدحاما يعني لو اكثر ازدحاما يبقى معروف ايه والهرم ايه الاكبر يعني اقل ايه او يعني اهدأ اكثر يعني اقل ايه او يعني ما فيش زحمة ايه كتير وجوهاد هناك طبعا اكتر من ايه اكتر من الهرم الاكبر نيجي بعد كده خلينا نقارن مبنيين يعني يعني علين جدا طول جدا عندي ده شانجهاي تاور ان شينا طبعا بورج شانجهاي ده موجود في الصين از 632 ستمية اثنين وثلاثين مترز طول ده تاور فرست اوبن ده انتما افتتاحه الفين وخمستاشر ده الحامرة تاور ان كويت ان كويت از اه 412.6 يبقى هنا عندي 412.6 مترز طول يعني تم افتتاح المبنى الفين وحداشر يعني اه احدث لان ده تم افتتاحه الفين وخمستاشر وده الفين وحداشر ده الحامرة ايه تاور ان كويت هنقارن حكتين تاني يعني مدينتين يعني عاصمة عندي بنكوك اصبحت عاصمة لتايلاند بنكوك اصبحت عاصمة لتايلاند من حوالي 600 سنة طبعا دي متش اولدر يعني اقدم من ايه من البرازيل برازيليا مدينة برازيليا دي مدينة حديثة برازيليون بلتت بنوها ان انتين سكستي يعني فالف تسعمية وستين مور بيبل ناس اكثر ومزيد من ناس برازيليا عدد السكان في البرازيل اكتر من بانكوك اكتر من البرازيل برازيليا يعني حوالي اربع ونصف مليون يعني حوالي اربع ونصف مليون عندي جنرال نوتس على جزء ريدنج او ليسنينج اللي موجود في الكتاب عندي حاجة مهمة جدا عندي هاو وعندي وات هاو يعني خلي بالك كيفة ولكن انا هاو هنا لما بستخدم بعدها صفة لما اقول لك هاو ديب كم للعمقة هاو لونج كم طولة هاو اولد كم عمر هاو طولة هاو هاي كم ارتفاع هاو ماتش هاو ميني هاو ويد لحظوا حبيبي هنا هاو يأتي بعدها صفة هاو يأتي بعدها صفة وبقول كم كذا اما وات بتبقى معناها ما ويأتي بعدها اسم خلي بالك اقول لك وات ديبث وات لنبث وات ايج وات هايت وات بريس ووانتيتي وات نمبر وات ودث خلي بالك هنا بتجي لك ازاي في الامتحان لو جالك هاو يبقى بتختار ما بين القصين لو بيبقى اربع اختيارات الصفة يعني هاو ديب بتساوي وات ديبث هاو ديب از ديليك مثلا كم عمق البحيرة لما اقول لك كم عمق البحيرة بقول لك هاو ديب از ديليك ممكن اقول لك بالشكل اخر وات اه وات ديبث وات ديبث از ديليك اه هاو لونج مسلا برضو اقول لك هاو لونج از د رود هاو لونج از د رود نفس الكلام اقول لك وات لينث از د رود و Erin وكذا قص على ذلك البيئي كله تمام كده نفس الكلام مع والدهاي ومتس وميني وكل حاجة ديكويس لما أقول لك مثلا How much is this pen يعني الألم ده تمنه كيف ممكن أقول لك What price ممكن أقول لك What price ما سعر زي هي هي How much طبعا دي أنا أخدها برضو في جزية الجرامر اللي جاية بعد شوي تأكيدا الكلام اللي إحنا بنقوله بنقول How يأتي بعدها صفة What يأتي بعدها نون How wide is تحية مصر بريج يعني كم عرض كبري تحية مصر عندي تحية مصر بريج خلي بالك أنت لو قلت How تقول How wide لو قلت What أتقول What width خلي بالك علشان لما تجي لك في الاختيرات عندي How old are the pyramids أنا ممكن أقول How old are the pyramids نفس الكلام بتسو What age are the pyramids بعد كده ألاحظ حاجة بقى استخدام صفة غير مضاف إليها أي إضافات بعد التعبيرات تتقول على المقييس مقييس يعني عندي مثلا خلي بالك أنا بستخدم الصفة في شكلها الأول علشان لما تجي لك في الاختيارات بعد كده صفة غير مضاف إليها أي إضافات يعني ما تقولش ما تقولش وهكذا يبقى It's 146 meters high عندي It's about 25,000 meters long خلي بالك علشان لما تجي لك في الاختيارات ما تحطش ER أو EST أو أي حاجة عندي Amazing and Amazed Amazing الصفات التي تنتهي ب-ING تصف أشياء amazing story يعني قصة مدهشة interesting story وهكذا amazing exciting الحاجات دي تصف أشياء أما amazed I got amazed when I saw محمد صلاح أنا اندهشت وكنت حس بالدهشة كده لما شفت محمد صلاح يبقى خلي بالك أنت تقول I got amazed I got amazed يبقى تاني الصفات التي تنتهي ب-ING تصف أشياء ومواقف الصفات التي تنتهي بإيدي تصف أشخاص بعد كده لما نيجي نقول أن احنا مش متأكدين من العدد أو الكمية بالظبط لما أنا كنت بتكلم على حاجة بقول more than أكثر من أقول just under أقل من about حوالي لما تكون مش متأكد لما قولك كم عدد سكان بلد معينة فتقول لي about كذا يعني أنت طالما أنت مش متأكد أكثر قليلا أو أقل قليلا يبقى تقول مثلا تستخدم أحد هذه التعبيرات طبعا كل تعبير له جملته الخاصة يعني مستر أيمن ممكن يعني يكون أعني أكبر من 40 سنة أكتر شوي يعني 41-42-43 كده يعني يعني الفصل بتاع مستر أشرف ده في حوالي 50 طول يعني ممكن يكونوا 48 ممكن يكونوا 51 تمام؟ ملحوزة تانية بعد الاختصارات لوحدات القياس طبعا سنتيميتر بسي أم طبعا الاختصارات كيلوميتر كي أم ميتر أم كيلو جرام كي جي طبعا الحاجة دي سهلة خلي بالك في حاجة تانية بقى لما يكون إيه بقولك وبعدين بتبقى صفة مقارنة صفة المقارنة خلي بالك هنجلها بالتفصيل بعد شوية عندك لما أقولك إيه الحيوان اللي أكثر سرعة بستخدم صفة المقارنة من الدرجة التانية التانية إيه بحط لإزا كات صفة قصيرة وناخدها بالتفصيل بعد شوية تمام كده؟ يعني إيه الحاجة اللي أتقل الكتاب ولا القلب طبعا لما تيجي تقول الإجابة بقت مثلا تقول نيجي بعد كده خلي بالك احنا نطولين في الفيديو ده زي ما احنا اتفقنا وناخد مش أقل من ربعين دقيقة أنا أعتقد ذلك I think so كل ما يقابلك حرف جارب حط عتي خط under the ground under the ground the center of Cairo the center of Cairo بي بيتر و بي وورس بي هنا يعني فيرب تو بي واحنا يقول لي فيرب تو بي اللي هو am أو is أو are يكون أفضل حالا بي وورس يكون أسوأ حالا بيتر فور بيتر فور أفضل لي more than more than give an exact number give an exact number يعطي رقما دقيقا which one is more modern which one is more modern طبعا مقارنة صفات هنجيلها بعد شوية crowded with crowded with يعني مزدحم به make it nicer or quieter make it nicer or quieter يجعلها أكثر إزعاجا أو أكثر هدوة easy for علشان نتيجي بعد كده في الأسئلة لا سهل لا الـ question that is easy for me مثلا عندي go خلي بالك go هنا go over the night go over the night الحاجة دي يعني يمر من فوق النيل الكبري مثلا go under the sea مثلا زي tunnel يمر من تحت البحر go down that road يسير في ذلك ايه الطريق خلي بالك هنا عندي go over عندي go under عندي go ايه go down نيجي بعد كده لحال التدريبات يا مسترباء choose the correct answer from ABC or D الشرين دي يا خلي بالك ولسه ما خلصناش مطولين مع بعض number one the space of Bangkok in Thailand is about one hundred sorry ten million people ايه هو اللي في Bangkok حوالي عشر مليون نسمة خلي بالك هنا بمعنى نسمة pollution population weather transport طبعا population اللي هي تعداد السكان number two Egypt is a big space in the north of Africa طبعا مصر بلدنا الحبيب خلي بالك country city island ocean يبا هنا is a big country number three kairo Alexandria desert space is two hundred twenty kilometers long خلي بالك انا لسه الانها من شوية river pavement road street طبعا تعرف كل الكلمات دي كلها street يعني شارع وطريق road pavement يعني رصيف river يعني نهر خلي بالك طالما تعرف الكلمات كويس جدا هتعرف تحب عندي number four meter kilometer and centimeters are length bridge towers measurements عندي طبعا ايه وحدات قياس number five the underground goes through through a long cave forest tunnel path طالما في underground وفي هنا يبقى ايه tunnel ايه long tunnel يعني underground المترو بينزل ايه او بيمشي في نفق طويل يمر خلال نفق طويل you can cross the other to the other side of the nile by walking on that on that طبعا عندي طاول عندي عندي بريمد عندي تانيل عندي بريد طبعا you can cross to the other side of the nile by walking on that bridge بعد كده عندي number seven بانكوك ما فيش مشكلة ايه بعد كده نكمل there are too many people there طالما there are too many people there يعني هناك عدد ناس اكثر من اللازم امتي يعني فارغ عندي مزدحم عندي sbwb sb students book wb workbook في كتاب المدرسة the alhamra tower in koweit was built in 2011 so it's a or n building old ancient modern crowd طالما 2011 11 عملية قريبة شوية يبقى modern بعد كده number nine bangkok is the space of thailand هل bangkok the island of thailand river country capital طبعا عاصمة thailand capital number ten we need to buy some more water this bottle is عايزين نشتري مزيد من الماء empty crowded noisy small طبعا empty number 11 kairospace is one of the tallest buildings in egypt يعني عايزين نقول tower pyramid island palace طبعا هنا kairos tower برج القاهرة is one of the tallest buildings in egypt number 12 the egyptian museum has a lot of space today يعني المتحف المصري فيه كثير أو بيه كثير من engineers officers visitors thieves يعني الرصوص خلي بالك عندي هنا visitors number 13 the source canal space the Mediterranean sea to the sea يعني عايز قناة سويز بتربط بين البحر الأبيض والبحر الأحمر describe lifts links bills طبعا احنا زي ما اخدناهم شوية يعني يربط ما بين مكانين نيجي بعد كده مكملين الأسئلة الاختياري اللغة الانجليزية طبعا أسهل بالنسبة لكنك أكتر من الرياضيات خلي بك بس حانت شي زال من هنا خلي بالك دلوقتي 24 دي ولسه نشرح الجرامر خلي بالك ما تسيبش القناة وكمل معنا ممكن تعمل الفيديو وترجع للنصف الثاني عندي المقارنة بين اثنين في صفة لما قارن بين شيئين أو شخصين في صفة أقارن بينهم ازاي الصفة كلمة ايه ايه هي الصفة الصفة أنا بقولك باختصار جدا باختصار كده إن الصفة كلمة تصف الاسم وتسبقه يعني الصفة كلمة تصف اسم وتأتي قبله أو بعد عندي مثلا كلمة طول هنا كلمة لما أقولك كلمة كلمة طول هنا الصفة تسبق الاسم هو رجل طويل هو رجل طويل كلمة طول تسبق الاسم تسبق الاسم اللي هو هي المان أو بعد ويأتي أو الصفة تأتي بعد ما هو إذ خلي باك أنا عايزك تصحصح ما يبقى الصفة كلمة تصف اسم وتأتي قبله أو بعد قبله زي طول هي الصفة قبل أو أو بعد verb to be اللي هي this mobile is expensive يبقى هي expensive يا الصفة وييجي بعد ايه بعد verb to be خلي باك verb to be م ما فيش مشكلة طيب نيجي بعد كده نقارن الصفة للمقارنة بين اتنين بين شخصين أو شيئين في صفة عندي حاجتين عندي صفات قصيرة وعندي صفات طويلة اللي هي مش مش مقصود أو يعني اللي هو العدد الحروف لا الصفات القصيرة اللي هي الصفات اللي تتكون من مقطع واحد يعني دي صفات مقطع واحد عندي صفات طويلة الصفات دي دي أكثر مقرأ يبقى خلي بالك هي مش بالحروف قبل ما هي بالمقاطع مقطع واحد يبقى صفة قصيرة أكثر من مقطع صفاتين تم تيجي نشوف الصفات القصيرة ونتكلم عنها وبعد كده الصفات الطويلة ونتكلم عنها الصفات القصيرة زي ما احنا قلنا fast big sad happy etc وكذا لما قارن بين صفاتين أو بقارن بين اتنين في صفة تكون قصيرة بحط للصفة er خلص الكلام fast faster than or faster old older وتحط بعدها than بعد الصفة القصيرة لو كانت الصفة منتهية بإي لو كانت الصفة القصيرة منتهية بإي حط ar بس يبقى longer closer closer وهكذا تمام عندك إذا كانت الصفة القصيرة خلي بالك منتهية عند b.i.g مثلا b.i.g حرف ساكن وقابله حرف متحرك بالضعف الحرف الأخير أو الحرف التالت مثلا bigger bigger وتحط than bigger than hotter than thinner than fitter than خلي بالك يضعف الحرف الساكن الأخير إذا كانت مسبوكا بصوت صوت متحرك قصير عندي إذا كانت الصفة منتهية بواي زي easy خلي بالك easy هنا هو الصفات عندي easy easier than happy happier than lazy healthier than healthy healthier than وهكذا أدي عندي جملة an elephant is bigger than a camel an elephant is bigger than a camel أنا لو عايز أقولك a camel يبقى a camel is smaller than an elephant the city is nicer than the country the city is nicer than the country عندي الصفات الطويلة خلي بالك احنا الصفات الطويلة interesting fantastic beautiful dangerous الصفات الطويلة في المقارنة بقول إيه طبعا صعب أقولك أحط للصفة er صعب أقولك interesting year than fantastic year than طب الكلام ده ما ينفعش beautiful حتى الواحد مش عارف ينطقها فأنت بتحط للصفة more أبلها وذان بعدها more أدي عندك الصفة حط more أبلها وذان بعدها خلي بالك more or less على حسب المعنى more يعني أكثر less أقل والصفة وبعدين than more or less the beautiful than يعني أكثر جمالا من أو أقل جمالا من على حسب الجملة the dolphin is more enormous than the turtle the dolphin is more enormous more enormous يعني أكثر ضخامة يعني enormous يعني هائل أو ضخم يعني than the turtle math is more difficult than English math is more difficult than English يعني الرياضيات أكثر صعوبة من اللغة الإنجليزية بس خليباك لو حابنا نقول العكس هنقول English is easier than is easier than math أو ممكن تقول English is less difficult than math طيب ما تيجي بعد كده نشوف بعض الملاحظات هنا خلي بالك بعض الصفات تحفظ كما هي تحفظ كما هي خلي بالك بيقول لك تحفظ كما هي لأن المقارنة بتاعتها مش بأي يعني عندي سيء أسوأ لما قول لك مسلا أنا عندي مش هنقول لها أسماء أشخاص يعني أنا عندي وعندي لو أنا قلت لك الشخص ده أو الحاجة دي يبقى لو أنا عايز أقول لك طب لكن بي أسوأ منها يعني يبقى إي إز وورث ذان بي إز وورث ذان إي وكذا غلي بالك أوعى تغلط الغلطة الفضيعة تقول ل بادر ذان لأ دي الصفات تحفظ كما هي عندي فار فورذر أو فارذر تنصح عندي جود بتر يعني فلان ده كويس في الفصل فلان ده إز جود الواحد بس واحد أحسن منه بنقول فلان ده الشخص التالي عندي ده قال للكمية عندي عندي خلي بالك دول كثير سواء كثير للعدد أو للكمية بتبقى خلي بالك بس لما تعكس لما تعكس لو الجملة جايلك بمور اللي اتنين وتيجي تحب تعكس فترجع او إزا كانت المقارنة أو جملة بتكلم عن صفة في شكلها الأول طب ما تيجي نحل يا مستر وك دي أسئلة كتير عندي نمبر طالما شفت يبقى دور على خلص الكلام خلي بالك انت بتمشي بطريقة الاستبعاد أنا عندي يبقى أخذ الصفة اللي نبقى لك عليها خلي باك خلي باك لما قلناها من شوية دي وبتستخدم الصفة في شكلها الثاني اللي هو المقارنة عندي يبقى بعد كده أخطار هل هو الأكتوبر بريدج أو قصر نيلا بريدج نمبر ثري يعني المتحف يعني عادة بيكون عايز أقول أكثر ازدحاما في يوم السبت أكثر من طالما فيها مقارنة يبقى استبعد وهستبعد the most crowded وهستبعد most crowded يبقى هنا more crowded أدي عندي مور وهدي الصفة وآدي ذان ما تنساش نمبر فور الكتاب ده أصعب من اللي عندك من كتابك most difficult more difficult as difficult طبعا نأزل المساواة ودفكال تمشي ينفع وعندي موست ما ينفع يبقى مور دفكال خلي بالك مور الصفة than مور الصفة than سوزان is space than her cousin مونا يعني سوزان أجمل بنتعمتها بنتخلتها مونا مور بيوتفول عندي the beautiful يبقى the beautiful أكيد لا أو most beautiful لا هنا عندي is more beautiful than her cousin نمبر سيكس today the weather is space than ياسر دي عايز يقول لك أن الجو يعني النهاردة أكثر برودة من مبارح يبقى في مقارنة بين today و yesterday طالما في مقارنة خلي بالك طالما مقارنة يبقى هنا is colder than yesterday طبعا cold استلاقة هنا as cold than ما فيش حاجة يسمعها الكلام ده as colder as طبعا الكلام ده ممنوع عندي عندي بعد كده number seven she is space her sister she is space her sister pretty as pretty as prettier than prettiest طبعا هنا طالما هنا عايز أقول لك أجمل من أختها يبقى هنا prettier than prettier than طبعا prettiest عايز ذا وعندي as prettier طبعا دي لا وإن pretty لا my uncle is space than my father richer as rich not rich طالما هنا فيها than يبقى فيها مقارنة بين اتنين my uncle and my father يبقى هنا وفيه than كمان يبقى هنا richer than number nine the post office is space to my house than the park يبقى أنا بقارنة عايز أقول لك صندوق البريد مكتب البريد هنا يعني أقرب لبيتي من الحديقة طالما هنا فيها than يبقى عندك نير عندك نيرست عندك أزنير عندك نيرر نيرر المقارنة بين اثنين عندي يستردي number ten يستردي was warm مبارح كان الجو دافي but today is أدفاء warmer than warmer warmest the warm the warm طبعا لا وورمست لا وعندي warmer than طبعا ما فيش ما ينشفع ختم ب than هنا هو يبقى هنا يستردي was warm but today is warmer نيجي بعد كده نكمل طبعا الجوزية دي ممكن ما يجلاك شو هو فيها في الامتحان امتحان مارس بيكون كله اختيرات ولكن أنا أحل معاك الحاجات دي على السريع لأن أنا وعدتك أحل جميع التدريبات أنا عاوزك تتعلم أكتر منك مجرد أنك أنك تدخل امتحان على ستة جوما الاختياري طبعا ما فيها than يبقى هنا longer يبقى تشير ال-est وتبقى طبعا ما هنا دي مقارنة بين اثنين يبقى تكتب هنا كلمة longer طبعا 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 هنا فيها than يبقى هنا مقارنة بين اثنين يبقى عندي هتبقى هتقلب ال-Y ال-I وتحط يعني عادل طويل بس رامي أطول يبقى عادل يبقى يبقى عندي الطبع طبعا هنا ممكن هنسيب العادل ما في مشكلة ونحط كايرو الكزاندريا رود كايرو الكزاندريا ديزر رود is about 220 كيلوميتر long خلي بالك احنا قلنا الصفة في شكلها الاول يبقى نحزف ال-AR يبقى هنا long number six the new museum is far than the old museum طبعا احنا استخدام الصفات الشازة differ F-U-R-T-H-E-R F-U-R-T-H-E-R number seven which place is most modern A or B طالما انا بقارن بالحكتين يبقى انا اولي modern هنا is more modern هنا more M-O-R-E M-O-R-E عندي number eight the library is quieter than the fanfare خلي بالك انا اعتبر حلتها خلي بالك لحظ اني مكتوبة هنا T-H-E-N هي quieter than than T-H-E-N نيجي بعد كده خلي بالك انا ابعدتك احل التدريبات كلها complete the following dialogue عمر وعلي بتكلموا عن الاماكن المشهورة عندك عمر علي بيقول له ياسوف ياسوف اكيد بالطبع يا حبيبي ياسوف ايه المشكلة فبيسأله قال له طالما جاوب به هاي يبقى كده انت سألت بهاي يبقى خلي بالك عندك يعني كم عدد الناس اللي ساكنين في اليابان يعيشون في اليابان قال لك حاجة كده طبعا سبعة وتلاتين وخمسمية سبعة وتلاتين مليون وخمسمية الف طبعا طالما انت مش هتعدون بالواحد يبقى عندي تقريبا حوالي خلي بالك قلناها من شوية اللي هي يعني حوالي عايز اقول لك خلي بقى الخاص بليك بايكل طالما هنا قال لك طالما جاوبك بلونج يبقى تسأل بلونج خلي بالك بس هنا ايه هنا قال لك يبقى امتى تقول هنا لو هنا جابها لك جابها لك بعد كده سألك باولد يبقى سألك باولد يبقى تجاوب باولد او معنا صح يستخدم باولد يبقى تجاوب باولد نيجي بعد كده داخلين على ربعين ديها خلي بالك طالما هنا في مقارنة في هذان يبقى تحط الصفة اللي فيها وانت مغمد عينيك يبقى هنا ايه طولر نمبر تو يعني بيسكن او بيعيش اقرب الى المدرسة مننا نيرر نير نيرست دا نيرست كل دا الغداء يبقى عندك نيرر نيرر بس عشان كلمة ايه ذان نمبر ثري يعني حركة المورد دي عايزوا لك سيئة يعني اسوأ من في المدينة اكتر من ايه عندك ورس عندك باد عندك ورست الغدول يبقى هنا مقارنة يبقى هنا ورس عشان كلمة ايه ذان طالما قالك طالما جوبك بديب يبقى خلبك ما فيش دبث هنا ولو في دبث برضو مش اختارها لان لو في دبث كنت اختار هتبقى كت بعد كده نمبر طبعا الحاجة دي مزدحمة جدا عندي ترافيك ترافيك اللي هو المرور يعني بعد كده نمبر سيكس يعني الشرطي او الزابط البوليس ده طلب من السيدة سألها انها توصف او تصف لس give deliver prove describe طبعا هنا عندي describe نمبر سيبن هاو سبس people live in كيرو مور دان 20 مليون اكتر من 20 مليون نسمة يبقى كده كم عاند يبقى هاو لونج هاو ميني هاو ميني هاو ميني هاو ديب يبقى هنا هاو ايه هاو ميني هاو ميني هاو ميني هاو ميني هاو ميني هاو ميني كيرو طالما في ناس بيزور المتحف يبقى هنا there are ميني 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 تورس بعد كده نمبر ايت sorry نمبر ناين the opposite of better يعني عكس بيتر عندي ورس عندي ويد عندي ويندي عندي ويت يبقى طبعا عكس بيتر عندي نمبر تن which is space the nile or the amazon طالما هنا في مقارنتين يعني هنا عندي خلي تخدم للاطوال هنا لطول نهر او نيل يبقى عندي طول عندي عندي هنا عندي higher which is longer the amazon or the amazon بعد كده عندي read and correct the underlined words خلي بالك اللي ممكن ما تجيلكش في الامتحان مالس ولكن برضو انا بدي لك المعلومة كاملة نمبر one the cinema is empty than the metro خلاص كده السينما يعني فاضية اكتر من المترو يعني يعني عندي طبعا خلي بالك طالما صفة منتهية ب y هتقلب ال y ال i ثم تضيف a e r number two he is taller than than his brother انا حلت خلاص بقى he is taller than خلي بالك than دي مش طبعا دي than دي than يبقى طولار خلي بالك تأتي في صغة التفضيل هنا طالما هنا بفضل او بقارن بين اتنين يبقى هنا بدل طول هتبقى ايه طولار بعد كده اقول بعد كده four she is beautiful than her cousin هتقول لي ايه الغلط اللي فيها خلي بالك طالما هنا than يبقى لازم تحط قبل الصفة يا اما more يا اما less في الغالب دي بنقولها more she is more beautiful than her cousin يعني اكثر جمالا من her cousin طبعا مش نقول less beautiful لأقل جمالا خلينا more لكن هو الاصح هنا يعني اللي بيحط السؤال عاوز كلمة more she is more beautiful than her cousin يبقى هي اكثر جمالا من بنت خليتها اي حاجة مش مش كلا الكلام ده مجاب عنه في نهاية الكتاب معرفش صفحة كام يعني شوف انت عندك صفحة كام كده انتهينا حبيبي من شرح الوحدة الثامنة الدرسينا ارتقي بكم في شرح الدرسينا الثالث والرابع وبعد نهاية الوحدة الثامنة هيكون لنا لقاء في مراجعة نهائية وشاملة كاملة للوحدتين السابعة والثامنة زي ما عملنا كده مع تانية اعدادي